السلام عليكم والآن نريكم قطع غيار الدفاية القاز الكورية على حسب الموديلات أول حاجة هنا 3300 موديل أو 7 لتر خزان 7 لتر وعندنا الدفاية 3100 خزانة 5 لتر وعندنا دفاية 2310 جي بقزاز وشبك بقلاوة 5 لتر وعندنا دفاية 2310 جي شبك بدون قزاز مثل القبة جاية 5 لتر وخزانة طبعا هناك قطع غيار تركب على الجميع مثل الغطة الفرار اللي يرفع وزنية الفتيل أو ينزلها زي ما انتم شايفين يركب على جميع الدفايات هذه شوف نلاحظ هنا نفسها نفسها وهنا نفسها وهنا نفسها طبعا وكذلك الغطة الخزان نفس الطريقة متوفر عندنا ويركب على جميع الدفايات الأربع الأنواع كما تلاحظون طبعا الآن نجي للاختلاف في الفتيلة هذه الفتيلة الصغيرة الدفاية الصغيرة مكتوب عليها 197 مم هذه تركب على الدفاية 3100 و2300 جي و2300 و2310 العايدية القبة هذه تركب عليها الفتيلة الصغيرة هذه هي أما 3300 تركب عليها الفتيلة رقم 205 هذه هي تركب عليها الفتيلة طبعا نجي برضو للقزاز ممكن نغيره من القلب ولو طريقة في اليوتيوب عندنا كيف تغيير القزاز إذا كانت مكسورة عنده هذا القزاز يركب على جميع الأنواع 3300 3300 و2310 جي و2310 القبة عفوا أن القبة ما رح يركب عليها لأنه ما عليها قزاز طبعا بالنسبة للقلب نفس الطريقة رح يركب على الجميع 3310 جي و3100 و3300 أما الآن بالنسبة للعمود اللي في له التروس هذا اللي يرفع ويبطي بعض أحيان يخرب من الداخل وهذا يركب على 2310 جي و2310 أبو القبة أما العمود الثاني يجي أطول شوي منه وهذا يركب على 3100 و3300 ونلاحظ الفرق اللي بينهم في فرق بسيط في الطولة طبعا وطريقة التركيب وسهلة طريقة التركيب نفك الغطة زي كده لما يطلع الغطة معانا نفك الثامولة هذي رح ينسحب معانا رح يركب هذا بوزنية معينة لأنه فيه زيت داخل تروس تركب عليها وكذلك متوفر عندنا المعلاج الشيال حق الدفاية وكذلك متوفر عندنا الخزان فاضي بدون لغطة ودون كامل وتوفر عندنا نقطة غيال اللوح والغطة الفوض على حسب طلب العميل بالطلب ممكن زيارة متجر هومسينت عبر الرابط في البايو اشتركوا في القناة لأكدا اشتركوا في القناة شكرا